خلونا نبتدي ونكمل الأخبار مشاهدين الكرام وقرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للأثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار بعفاء جميع الكافتريات والبزارات التابعة للمجلس الأعلى للأثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دافع الإيجارات لحين انقضاء أزمة وباء كورونا وعودة الحركة السياحية يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والأثار لتخفيف الأثار الاقتصادية النتجة من أزمة فيروس كورونا المستجد قرار جديد يمكن مشاهدين الكرام إلى جانب القرارات التي تم أخذها من قبل لدعم الأفراد، لدعم المعاشات، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدعم المواطنين في هذه الأزمة الاقتصادية قرار جديد من السياحة تحديداً ووزارة السياحة والأثار بإعفاء كل الكافتريات والبزارات التابعة للمجلس الموجودة بالمتاحف والموقع الأثرية من دافع الإيجارات زي ما أقول لحضراتكم يمكن فيه تكاتف واضح يمكن بنحاول كل مؤسسات الدولة بتحاول أن هي تشيل العبء دلوقتي من على المواطنين دايماً زي ما كان بيتألف التصريحات صحة المواطن هي الأولى والأهم خطوات بتأخذ كل شوية نحن نشيل العبء من على كال المواطنين لأن كلنا في مركب واحد فيه أزمة عالمية بتحصل دلوقتي بنحاول يمكن نساعد بعضه ويكون فيه دعم أكثر من قبل الدولة للمواطنين لأنها ظروف جدت علينا على العالم كله